السلام عليكم أصدقائي أحب أن أتحدث عنه هو موضوع الألاقة بين العقل والدين هناك كثير من الأصدقاء يحاولون التثبات بأنهم أما غير مختنعين بالحجز الديني على وجود إله ووجود دين ومن جهة أخرى هناك من هو مختنعون بأن الدين هو مسألة ملطقية وعقلانية بالكامل. هذا الموضوع أنا أعتقد كل الطرفين هم على خطأ خطأ كبير جدا لأنهما يفكران بطريقة مخطوئة منذ اللحظة الأولى القضية الأساسية علينا أن نعرف ما هو الدين وما هو العقل وما هو الربط بين الدين والعقل. ما هو غيبي وما هو واقعي مسألة تتعلق بالإنسان كما بمقدرات الإنسان وبإمكاناته لكن الدين يتحدث عن وجود قوة غيبية هي التي تشرع له كل قوانين وكل معاملات وكل ما يصدر عنه بالتالي فالدين هو العلاقة بالحياة اليومية وإدارة مسألة المعاملات والعبادات الخاصة بكل إنسان والشرعية التي يخفي الدين عليها نفسه بأنه يقول بأنه يتحدث بإنسان المقدس ويطبق توسيات المقدس كما هي القضية أين الآن أصبحت؟ أصبح الآن لدينا أمران أمر الأول هو الدين أو العقلية الدينية الشيء الثاني هو العقلية أو العقل المنطقي الذي يتعلق بالإنسان الدين يقول أنه قضية بالنسبة لها لا تتعلق بالإنسان تتعلق بكائنات غيبية بشيء غيبي مقدس خارج عن إرادة إنسان العقل يقول أن المسألة يتعلق بإرادة إنسان التوفيق بين الطرفين هو الذي يجعل الكثيرون أو يجعل الكثيرين الأخو يخلطون بين الأوراين لماذا؟ لأنه منذ فترة مبكرة عبر تاريخ بعد ظهور الفلسفة الجنانية وظهرت الأديان التوحيدية هذه الأديان التوحيدية ماذا فعلت؟ استثمرت فكرة التوحيد فكرة الفلسفة الأفكار الأساسية العقلانية للفلسفة الجنانية معظم الناس الذين اشتغلوا على الفلسفة الجنانية هم من منطقتنا سوريا الشام العراق فارس مصر هذه المنطقة محتدمة بالدين محتدمة بالصراعات الدينية والأفكار الدينية والتصورات الآلهة وما إلى ذلك جاءت الفلسفة اليونانية اللي لأول مرة تلمست وجود شيء اسمه عقل بداخل الإنسان تلمست وجود قوة خاصة لدى الإنسان يستطيع من خلالها امتحان قدراته ويستطيع من خلالها اختبار قدراته على أن يفهم الأمور ويحللها ويستنتج ما هو صحية وعما هو خطأ أي أن يفرج بين الخطأ والصح بنتيجة اللي صار هنا صار نوء من التوفير أنه أنت أفلاطون قال هناك مثال مثال أعلى هو الذي من خلاله مثال الخير مثلا لكل شيء يوجد شيء مطلق وأكو أشياء نسبية ثانوية فكل مثلا إذا كان هناك حصان فهو الحصان أكو من أنواع مختلفة من الأحصان أكو صغير أكو كبير أكو أسود أكو أبيض أكو ملون أكو تعبان أكو سريع وهكا لكن أكو هناك نموذج إيديارو هذا هو الأساسي هنا ظهرت فكرة توئيد بعد ما أنه انتشرت فكرة أنه الإسكندر المقدوني غزى العالم قبل أن يتوفى سنة 333 أعتقد قبل الميلاد ديتي اللحظة كان عندنية بأن يجعل الإنساء يجعل البشرية تحقياته وتحت فكرة دولة واحدة ومعنى معاني إله واحد وقائد واحد وإنتهي الموضوع والإنسان بك الناس جميعا هم تحت قيادة واحدة لأنكتشفوا بذلك اللحظة أنه بالإمكان أن بشر هم كائنات تشترك في المصير أو في جنس مشترك اللي صار الأديانة التوحيدية ظهرت بعد ذلك قبل الغنوصية هنا بدأ يظهر الاختلاف والصراع بين نمطين من التفكير النمط تفكير الديني الغيبي الذي يؤمن بما هو غيبي علوي ترانسندنس هذا الأعيبي وكو نمطي يفكر بأنه هناك إمكانية للتفكير بما هو واقعي أو عقلاني هو الواقع يختلف عن عقلاني هو يجب أن يتبه الواقع يعني بالعصر الحديث الذي ظهر بشكل قوي البقية كانت شذرات أو إرهاصات للموضوع وصار بعد ذلك محاولة للسلط بين الأثنين لأن الفلسفة كانت قوية جداً وقدمت إنجازات ومنجازات هائلة وملموسة الذي لم يقدموا إنجازات ملموسة ومن المتدينين وأنصار الدين وأنصار وجود قوة غيبية هذا الذي حدث عندما يأتي شخص الآن يتحدث حتى أذهب إلى صلو الله حتى لا تقل بتباصيل معقدة عندما يأتي الآن شخص أو شاب في مقتبل العمر يقول أنا عقلي ما يتقبل وجود إله تقطعت به السبول حتى يثبت وجوده وأرسل ثلاثة أنبياء أو ثلاثة رسل وثلاثة رسالات لكنه مع ذلك هذه رسالات في كل مرة تفشل ويرسلها دائماً إلى بقعة واحدة وهذه البقعة هي فقط منطقتنا وبستثناء مناطق العالم بأكمل التي منعتها أستراليا وشرق آسيا وأيضاً أمريكتين التي لم تكن مكتشبات حتى قبل نحو 550 سنة أو حدود أو حدود شيء ممعقول وأنا يقول مثلاً أنه عقلي ما يتقبل فكرة أنه هو كلام يرسل من قبل إله عبر كتاب بعدد كبير من التراقضات والتعارضات والآراء المختلفة وأيضاً بقضايا الأخلاقية التي عليها أخلاقات كثيرة بنوع من التفرقة والطبقية والعنصرية بين الرجل والمرأة بين الرجال أنفسهم بين الأحرار والعبيد أيضاً هناك أنا مع عقلي ما يتقبل وجود فكرة بأنه أنا لازم أتحرك وأتصرف حسب عوامر عجل الدين وحسب عوامر إلهية وأيضاً عقلي ما يتقبل فكرة أنه الأعمار بيد الله مثلاً أو فكرة أنه الله يعني راه يحاسبني على نظرة صغيرة لأمرأة عبرك في الشارع وهكذا أكو ناس لا الآخرين يقولك لا أنا بالنسبة لي يقولك عقلي ما يتقبل لأنه منهج ديني يقولك عقلي ما يتقبل وجود شوف عقلي كلمة عقلي لازم تتبورها يقول عقلي ما يتقبل فكرة وجود كل هذه الأشياء بدون وجود مسبب لا يمكن لكل شيء إلى خالق لا يمكن أن تجد هذا الشيء ترى مثلاً سيارة أو ترى بيت العقلي لا يتقبل وجود هذا البيت بدون وجود صانع أو وجود خالق فبالتالي هذا الوجود بأكمله هو وجود كامل ومكمل ويجب أن نعتقد بوجود من هو خالق لهذه الأشياء على كل حال الطرفين كل واحد منهم يتقبل هذه الفكرة لكن الخطأ كما قلت من اللحم الأول أننا نفكر بطريقة علاقة بالعقل المسألة لا ربط بينهما لا يوجد أي ربط بينهما على الإطلاق الكلام هذا قيله كثيراً لكن الجديد الذي أريد أن أقوله أنه عندما نقول هناك سبب لكل شيء فنحن أو نؤمن بالقدرات الغيبية نحن ببعنا معاني نحن متقبلون وجودنا ضمن قطيع ضمن ضمن جماعة فهدفنا الأول الأخير أن نكون متعاونين وأن نحاول أن نثبت بأقصى قدر من طاقتنا أننا جزء فائل وحيوي وقوي ويعمل باتجاه لصالح المجموع هذا الشيء الذي لا ندركه لهذا السببب نستعمل كل ما هو ممكن أو كل ما هو متوفر لكي نبرر انتماءنا للقطيع أو للجماعة أو للكنيس حسب كل منطقة وكل دين حسب عبارة كل منطقة وكل دين هذا الشيء هو الأساسي أما عندما يجي شخص يستخدم فكرة العقل فهو بمعنى المعاني هو يحاول يقول بأنه أنا هذا العقل اللي جاء أستخدمه هو شخصي هذا أستخدم عقلي الخاص الفردي فهذا العقل ما رح ينفع رح يكون بالعكس الجانب مضر جدا ولا يصب في صالح أي دين أو أي قطيع لأن أنا عندي محاضرات إذا شوفوها فأقول بأن الدين هو القطيع نفسه لدي محاضرة عن أنه المجتمع هو ظاهر الدينية ممكن تشوفوها وأيضا عن عن الحجاب واسمة عال الرجال طرقت بهذا الموضوع أيضا عندي كثير عن الإنسان هو الذي موت الله وموت الإنسان طرقت به هذه الموضوع كثيرة اللي أقوله أنا أنه اللي صار هو هذا أنه علينا أن لا نخلط بين الأمرين المسألة ما لها علاقة بالعقل أما من يستخدم العقل من الطرفين من أنصار العقل أو من أنصار الدين فهم بطريقة أو بأخرى يحاولون أن ينتصرون إلى قطيعيتهم إلى رغبتهم بالانتماء إلى جماعة مختلفة عن الجماعة التي هم عليها حاليا أو هم فيها حاليا بالنتيجة لا يتوجد نظرة دقيقة لما يجب كل واحد منهم يحاول الذي ينتصر للعقل هو يحاول أن يقول بأن هذا العقل هو القطيع المناسب هو المكان المناسب الذي سيجمعنا جميعا أما الذي ينتصر للدين فيستخدم العقل أيضا لكن لكي يوفر أو يعني يبرر ما هو عليه بالنهاية الكل يعيشون في حضيرة واحدة وفي ضمن زنزانة واحدة وكلهم باقين داخل سجن العادة وهي اللي تتحكم بهم وتحكم بكل تصرفاتهم أي أنهم لا يتحركون خطوة واحدة للأمام كل الطرف من هؤلاء لا يتحرك خطوة واحدة للأمام كيف تتم الحركة؟ تتم الحركة عندما نفهم بأن المسألة ليست لا تتعلق بالعقل اللي هو أصلا يعني هو العقل هو شنو يعني الدماغ في حالة حركة أو في حالة في حالة نشاط أو فعل وأيضا الدين لا هذا ولا هذا هما يفيدونه اللي يفيدنا فقط أننا نعرف بأن المنطقتين أو التصورين هما ينبعان أو يصدران عن حاجة لأن نكون ضمن قطيع وضمن جماعة وضمن تيار محدد أو ضمن حالة تثبيت معينة هي اللي نستجيب إلها من هنا يصدر الذي يركز نفسه أو يوظف نفسه أو يجند نفسه للدفاع عن الدين أي القطيع هو شخص تخلى عن نفسه ويحاول أن يثبت جدارته في هذه المنطقة أي أنه شخص بدون شخصية ما يحتاج هذه الشخصة بالعكس هو شخصيته تكتمل أو حضوره يكتمل عندما يكون جزء من القطيع جزء متماثل وهدفه ويستخدم كل طاقاته عقله من أجل وقدراته العقلية وقدراته الجسدية من أجل أن يثبت بأنه جدير بالانتماء للقطيع وهذا هو الخطأ الذي يجمعنا جميعا كلنا نحاول أن ننتصر علينا أن نفكر بطريقة بها كثير من الحياة وأن نقول بأنه نشجع يعني هو الدين مثل الفريق أو المتصارعين مع الدين أو الملحدين أو المؤمنين وغير المؤمنين كل الفريقين هم أشبه بأنصار لفريق كرة قدم مثلا فهذا إنه هو هو يحب الفريق يعني مسألة انفعالية عاطفية ما لها علاقة العقل على الإطلاق العقل هو أيضا أداة من بقية الحالة حال أي أداة أخرى فبالتالي لا نفكر بأننا أنصار لهذه الفكرة لأنه العقل هو يأكد منه لأنه يأكد امتماءنا ورغبتنا بقضية معينة هو شعورنا بالعاطفة القوية إلى قضية معينة نعتبرها هي القضية الأساسية وهي التي يجب أن تكون صحيحة مو هي صحيحة فعلا لا هي يجب أن تكون صحيحة لأننا نرغب بأن تكون صحيحة ليس لأننا نرغب بذلك بأنفسنا لا لأننا نشأنا وتعلمنا ووجدنا أنفسنا داخل بيئة وثقافة وفضاء معينة هذا هو اللي في الله علينا كل الأشياء وبعد ذلك نقول بأنها قضية شخصية هي بالحقيقة قضية علاقة بمصالح علاقة بعلاقات بأخوة بأصدقاء بصديقات بأهل بأقارب بجماعة بأمة بشعب بدين مذهب معين مؤتقد معين هذه كلها تشغل بأن نحن نعيش ضمنها لكننا لا ندرك أبعادها لأنه مثل وعد يتنفس حتى لا يوجد أحد من الناس يقول أنه ينتبه لأنه يتنفس لا لا ينتبه نحن يتنفس لا يمكن أن نتوقع عن التنفس لكن لا تنتبه لأنه يتنفس لا تنتبه إلى هذه القضية لماذا؟ لأنها صارت جزء من تكوينك يعني صارت جزء من نسقك في الحياة اليومية وهذا هو اللي يخليك تشعر بالوجود وتشعر بأهمتك وأتمنى أن وصلت الفكرة بأنه أن كيف عن القول بأن فكرتي إلها عقل ومنطق تستند إليه أو أن ديني أو سواء كنت مع الدين أو ضد الدين أنه أنا على الحق والآخر على باطل لماذا؟ لأننا أولاً وثانياً وثالثاً هاي الأجل اللي ماتي هذا كلام سمج ولا قيمة له وأتمنى أن نكف عن هذه المنابزات وأن ندرك بأننا كائنات دينية دائماً تعيش ضمن قطيع أو يعني الدين معنى ربما العلماني هو أيضاً من تميلها دين معين مو شرط الدين ممكن أن يكون غيبي وممكن أن يكون أرضي واقعي الشعية أيضاً نوع من أنواع الدين مثلاً النازية هي الدين العلماني فهو الدين ممكن أي قناعة بقضية معينة هي ممكن أن نعتبرها نوع من أنواع الدين والإيمان بقضية معينة وهذا ما دام هو إيمان فهو ما لا علاقة بالعقل فنكف عن هذه المسألة كل واحد لدي إيمان لكن علينا أن يدرك بأن هذا الإيمان هو عاطفي يعني لا يوجد عليه أي دليل مهما حاولنا ومهما بدلنا الجهد بدون جدوى مع السلامة وشكراً جزيلاً للإسلام وأتمنى أسمع آراءكم بما قلته الآن مع السلامة ترجمة نانسي قنقر